سبحانه الله العظيم هذه الآيات تكرس مبدأاً يقطع الطريق على نزعة توجد لدى من ينتسبون إلى النبيين يظنون أنهم بمجرد الانتساب إلى النبي أو إلى الدعوة أو إلى الديانة أنهم بذلك حصنوا وأنهم بذلك حصلت لهم الخيرية حصانة وخيرية يبررون من خلالها قيامهم بالمبقات كلها والقرآن الكريم يقص علينا ما حدث مع بني إسرائيل ويقص علينا ما حدث سواء كانوا اليهود أو كانوا النصارى ووقع المسلمون في نفس الإشكال أنهم يظنون أن بمجرد أن أعلن انتسابي لهذا الدين فأنا في حصانة من أن ألام على ما أقوم به أو ما أشترحه من سيئات التقوى والعمل وكسب رضا الله هو المقياس وليس الانتساب أو التسمي بهذه الديانة أو بتلك الديانة المشكلة أن هذه الفكرة الخاطئة ودعني أقول المرض الإيماني لم يقتصر على أتباع الأنبياء أو أتباع الديانات بل هو وجد طريقه إلى العاملين والمقربين من بعض الأنبياء وفي الإسلام وجد بذرة خصبة في أوساط بعض الجماعات يعني بمعنى هناك أناس عاديون في المجتمع مسلمون عاديون أصبح عندنا طبقة من المتدينين العاملين في أشياء الإسلامي انتظموا في جماعات متعددة بعضهم يظن أنه بمجرد أنه في جماعة تعمل لخدمة الإسلام وأنه جزء من مجموعة تعمل لخدمة الإسلام أو تنتصر لقضايا الإسلام أن هذا منحه شهادة سيدخل بها الجنة دون حساب ودون مساء في شعور بالفوقية على الآخرين وفيه اغترار بالله تبارك وتعالى وهذا يحتاج إلى علاجات حقيقية ومركزة تأكيد على ما تفضل به الأستاذ محمد خير سياق الآيات قبل تقريبا عشر آيات كانت الآيات تتكلم عن حالة في المجتمع المسلم أن رجلا سرق وقامت مجموعة تنتمي إلى الإسلام بالظاهر تنتمي إلى الإسلام قامت مجموعة فدافعت وتبنت باطلا ودافعت عنه ورمت بريئا ثم تابعت الآيات أن هذا الرجل الذي اتهم عندما نزلت الآيات الفاضح تفضح وتفضح أهله وتفضح جيرانه الذين دافعوا عنه فر وانتسب إلى المشركين لذلك قال الله تعالى في الآيات التي تنيها بعد القصة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالا بعيدا رسالة لهم ورسالة لكل المنتمين إلى الإسلام وإلى الجماعات الإسلامية وإلى العاملين في ميدان الإسلام والمسلمين أن هذا الانتماء هو سلوك هذا الانتماء هو قيم هذا الانتماء هو اعتقاد عندما تخرج عنه هذا الانتماء وهذه التسمية لا تفيدك شيئا لذلك أتت مباشرة بعد الآيات التي تذم ذلك الرجل الذي فره ثم وصف له القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى الذين انتهى أمره إليهم وحسب عليهم قال إن يدعون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم إذن هذا الذي قد حسب على الإسلام بلحظة من اللحظات الآن توجه إلى جماع هذه جماع زعيمها الشيطان الذي قال لهم ولأضلنهم ولأمنينهم بعد هذا هذا كله وقومه طيب موقف قومه الذين هم منتمون للإسلام أعلن إعلانا رسميا قال ردا عليهم وعلى الإدعاءات الإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي إنما ما وقر في القلب وصدقه العمل لذلك أتت الآية مباشرة قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا وعد الله حقا وعد وعدا وحقه حقا ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب الموضوع ليس دعاءا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب كذلك أورد المفسرون أعتقد أنه أيضا معنى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أي أن دخول هذه الجنة التي وعد الله تبارك وتعالى المؤمنين بها لا يأتي بالتمني لا يأتي بمجرد أن تتمنى وكما أنه عندما تمنى أهل الكتاب أو شعروا أنها مجرد أماني لهم هذه الأماني لا قيمة لها وهذه الإدعاءات لا وزن لها هذه الجنة لها أهلها وأهلها الذين يعملون دون أن يغترون بأنهم من أهلها وأنهم يستحقونها فقط لانتسابهم إلى النبي الفلاني أو الجماعة الفلانية لذلك قال أفون يعني بس إتمام الفكرة أنه ليس بأمانيكم طبعا لها سبب نزول سبب نزول أنه بعض المسلمين الصحابة في أحد النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى المشركي اليهود أو النصارى يقولون نحن شعب الله المختار نحن الناجون نحن الجنة لنا فقال لا نحن فكلمة نحن أنزلت آيات أن الموضوع ليست دعاء ليس بأمانيكم قد غرتهم الأماني والآيات التي تكلم عن الأماني التي قابت عليها بعض الديانات قائمة كله على الأماني التي يعدهم بها أصحاب دينهم وهذه تسربت إلى الجماعة لذلك ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الضابط من يعمل سوءا من يعمل سوءا يجز به يا فاطمة منت محمد لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم هذا النسب لا يقدم ولا يؤخر في حال الضلال ماذا فاد أبو لهب وماذا يفيد الذين ماتوا على الكفر والشرك والضلال وبالتالي المسألة ليست ادعاء المسألة سلوكيات هذه السلوكيات من ينضبط بها ومن يعمل سوءا يجز به الجزاء ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا لا جماعته ولا حزبه ولا طائفته ولا حتى نبي من الأنبياء يستطيع أن يدافع عنه في ذلك الموقف عندما يكونه قد ضل ضلالا بعيدا ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا طيب تابع ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن كما هناك ذنب الذين ينتسبون انتسابا فارغا من غير سلوك والاعتقاد ولا مبادئ ولا قواعد ولا ضوابط تكلم وأثنى عن قوم آخرين انتسبوا إلى الإيمان وإلى حضيرة الإسلام انتسابا حقيقيا سلوكيا منضبطا وهؤلاء هم الناجون للمدعون ولعل السبب الذي روي لنزول هذه الآيات ليس وحده هو السبب الله تعالى أعلم يعني هو روي أنه أن المسلمين قالوا نبينا خاتم الأنبياء وقالوا نبينا قبل نبيكم وتدافعوا هذه الأقوال فنزلت الآية الكريمة لكن والله تعالى أعلم لعل الأمر أعمق وأوسع من هذا هذا من ضمن الأسباب المجتمع المسلم كان مجتمع مكوهم من مسلمين وأهل الكتاب يعني مجتمع مكوهم من مسلمين وغير المسلمين كان فيه مشركين في البداية نعم نعم هذا المجتمع مجتمع تعددي مجتمع تعددي كل فئة في هذا المجتمع تتنابذ وتدفع الشرف تزعم نفسها أنها هي الأولى بالشرف والأحق به ومن هنا الآيات تركز عليه على أن الإسلام له حقيقة لا يحق الأحد أن يدعي أنه أفضل من الآخر الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء ولذلك الآية الآية ختمة بقول تعالى إيه ومن أحسن دينا من من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة فهذه الملة ملة واحدة هذا الدين دين واحد دين الإسلام بدين واحد فالإسلام هذا له حقيقة فينبغي أن ينصرف الناس إلى الحقيقة هل أنتم حققتم هذه الحقيقة ولذلك هذه الآية مش تقول لي تبارك وتعالى أيضا في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجهكم قبلة المشيق والمغرب ولكن البر كذا وكذا وكذا ليس البر أن تولوا وكان برضا من ضمن التدافع في الوقت ده كان يتدافع على القبلة هؤلاء يقولون إيه قبلتنا للمسجد الحرام هؤلاء يقولون قبلتنا للمسجد الأقصى في النهاية برغم أن القبلة برغم أن القبلة شرط لصحة السلاة ولا تضحي الصلاة إلا بها وأن قبلة المسلمين للمسجد الحرام هي من ضمن هوية الإسلام والمسلمين لكن الأمر ليس بالأشكال الأمر بالجوهر قبل أن يكون قبلة هو بالجوهر وبرغم أن الانتساب للإسلام والانتماء للأنبياء والتشرف بهم مهم جدا فين الله لكن يبقى الأمر بيضا له جوهر وله حقيقة ومن هنا حتى لا ينزلق الناس إلى الحواشي وإلى الغلاف وإلى الأمور الهامشية وينصرف عن اللب والجوهر نزلت الآيات مستقبله تعالى ليس البر أن تولي وجوهكم قبلة المشريخ والمغرب ليس البر أن تولي وجوهكم قبلة المشريخ والمغرب دي سهلة ربنا هيأمركم بالقبلة هنا خلاص إبقى أنت أسلمت لله عز وجل وصلتوا في هذه الجهة طب وجهكم هنا أيضا أسلمت لله وتوجهتوا لهذه الجهة الجوهر هو الإسلام ولكن البر من آمن بالله في اليوم الآخر والملائكة تتبنم وآت المال على حبه ده والقرب والولي التام والمسكين وابن السيبين والسيطين وفي القام الصلاة وقت الزكاة والمفؤون بعدين إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وإحنا البأس وولئك الذين صدقوا دي حقيقة الإسلام لابد للإنسان أن يبحث عن حقيقة الإسلام لابد أن ينفذ الإنسان ويطبق الإنسان حقيقة الإسلام ولكن أن يكون مجرد انتماء ومجرد انتساب ثم هو يفاخر بهذا الانتماء وهذا الانتساب ويتعالى على خلق الله تبارك وتعالى وهو لم يحرز فقط ولم يحرز فقط سوى مجرد انتماء الانتساب وليس عنده الحقيقة هي حقيقة الإسلام نفسها اللي هي في سورة البقرة هناك كما ذكر وهنا من يعمل سوءا يلزى به ومن يعمل من الصالحات من ذاكرة الأنسى وهو مؤمن يعمل الصالحات وهو مؤمن هي دي حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام فالقرآن يأخذنا إلى التوجه إلى الحقائق على فكرة الكلام اللي اتفضلت فيه بداية عجبني وإن ذكر سبب لنزول هذه الآيات إلا أن ما وراءها أعمق وما وراءها والله أعلم هذا اجتهادي في المسألة هو هذه النزعة لدى الناس بأن تستغل اسم الله تعالى في ارتكاب المبيقات وهذا حدث على مدار التاريخ يعني حتى مثلا المستعمرون الذين استعمروا بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وقتلوا الناس وجردوهم والمشروع الصهيوني الموجود الآن في فلسطين والذي يقتصب الأرض وشرد الشعب باسم الدين كلها وإن كان أصحابها غير متدينين إلا أنها تبرر نفسها باسم الدين زي اللي كانوا في جنوب أفريقيا يستبدون بالسود ويستعبدونهم ويميزون ضدهم كانوا يدعون بأن الله أعطاهم هذه المنحة وهذه الرخصة الصهينا اليوم في فلسطين يدعون بأن الله ورثهم هذه الأرض فمن حقهم أن يشردوا منها أهلها بعض المسلمين وقعوا في هذا الأمر أيضا ظنوا بأنهم لمجرد أنهم مسلمون فهم من حقهم أن يعتدوا ونحن شهدنا مثلا في الغرب للأسف نماذج بعضهم كان يسرق مثلا ويدعي أن هؤلاء كفار يجوزوا لنا أن نأخذ منهم أو يحتال أو يتهرب من القوانين هذه النزعة موجودة عند كل الناس إذا تمكنت من أمة من الأمم فإنها تخضي إلى مآسي إذا رجعنا إلى الآيات نجد أن الآيات تستفتح بالحديث عن الجنة والأصل أن الناس في هذه الدنيا يعملون في دار نصب وتعب من أجل الوصول إلى الجنة المستقر النهائي هو الجنة النعيم هذا النعيم راح البعض يريد أن يحتكره لنفسه فقط بسبب انتمائه يعني نحن أصحاب الجنة فقط لأننا كذا الله تبارك وتعالى يبين لنا أن هذه ليست أمنيات ولا تأتي بالتمني بل إن هذا من اللحظة الأولى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه فعندما جهر بالدعوة قال يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا ثم قال لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم وقال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فالقضية ليست قضية انتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول أنا لا أغني عنكم إنما هي أعمالكم فلذلك هنا ملمح مهم الأصحاب الديانات الأخرى عاشوا حالة من هذا النوع من الشعور باحتكار النعيم لسبب فبعضهم قال بأننا لأننا نتبع عيسى عليه الصلاة والسلام فهو الذي سيخلصنا من الذنوب نحن نرتكب الموبقات التي نريد ثم ندخل الجنة لأنه صلب فداء لنا آخرون أهم يعتقدون أنك إذا آمنت بأن المسيح صلب من أجلك ففعل ما تريد ففعل ما تريد فأنت يفعل ما تشاء آخرون قالوا لا أحنا أصلا الله عز وجل اختارنا ونحن شعب الله المختار المسلمون إذا وقعوا في نفس هذا الموقف فإنهم سيعانون من النتيجة ذاتها ركوب الدين لاستحلال ما لا يحل تماما ما يمكن أن نسمي استخدام الدين وأنا أظن أن سورة البقرة فصلت في ذلك خصيصا يعني ذكرت لنا ما حصل مع باري إسرائيل وحذرت المسلمين فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فالقضية أن أيها المسلمون هذه الجنة وهذا النعيم لا ينال بالتمني لا لأنكم بعضهم بيجي بيعمل شجرة إلو أنا من آل البيت والله لو كنت من آل البيت ولو كنت ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن مستحقا أن تدخل الجنة لن تدخلها نحن أتباع الشيخ الفلاني نستحق الجنة لو كنتم مين ما كنتم مجرد تبعيدكم للشيخ الفلاني للطريقة الفلانية نحن أبناء الجماعة الفلانية أبناء الحزب الفلاني أبناء المدرسة الدينية الفلانية هذا لا يعطيكم سكا ولا شهادة شهادة تبرزونها يوم القيامة لتدخلوا الجنة ولن تأتوا يوم القيامة وعلى جبينكم خاتم أنكم من الجماعة الفلانية وأنكم من المسجد الفلاني لتدخلوا الجنة لكن على فكرة هذا الخداع ينطلع على كثيرا من الناس يعني الانتماء إلى آل البيت عبر تاريخنا الإسلامي ينطلع على الجموع والناس تقدس هؤلاء الأشخاص رغم أنهم في بعض الأوقات يكونون من الماجنين يكونون من المجرمين حتى أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام لكن ينطلع على الناس هذه المشكلة لذلك نحن نحتاج إلى ترسيخ هذا المعنى فترسيخ هذا المعنى بأن هذه القضايا لا تنال بالتمني إضافة إلى نقطة أخرى هذه الآيات تبطل فكرة موجودة ووجدت عبر التاريخ الإسلامي بأنه لا يضر مع إيماني بالله أن أرتكب معصية قالوا لا يضر مع الإيمان معصية فأنا مجرد أنني مؤمن بالله بإمكاني أن أرتكب المعصية التي أريد والله عز وجل يوم القيامة سيغفر لي كل شيء هذا الذي قاله النصارى قاله فريق من المسلمين فتأتي هذه الآية بأن الذي يعمل سوءا سوف يجزى به ولعل المعنى الذي يتبلور هنا هو هو أن الإسلام والدين له حقيقة فلا صح أن تعطي ظهرك لهذه الحقيقة ثم بمجرد انتمائك وانتسابك لهذا الدين تستعلي على العالم هذه تقولنا هي دعوة للتواضع نعم دعوة للتواضع ودعوة لعدم الإفتئات على الله باسم الدين ولذلك هذا يقولنا إلى آيات عقبت على وقعة سيدنا أسامة بن زيد في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لما ألقى إليكم السلام لا استمؤمن أن تبتغون على الحياة الدنيا يعني هو ألقى السلام وقال أنا مسلم وأشهد أن لا إله لله وأنت قتلته بزعم أنه قالها إيه يعني إيه وقاية من السيف هذا نوع هي طبعا سيدنا أسامة أو أزا كان غيره بقى يعني هي فيه اختلف الرواية شوية ربما تقرر هذا ربما إذا هذا تكرر في المجتمع نفسه في فترة التدافع هذه فربما المسلم يمارس هذا وهو يشعر بأنه إيه بأنه صار بالإسلام حاكم على الخلق صار بالإسلام إيه صار بالإسلام له الحكم والسيادة والسيطرة يدخل هذا الجن ويدخل هذا النار فالآيات ناسية بيقوله إيه كذلك كنتم من قبله فمن الله عليكم فتبينوا يعني أنت قبل كده كنت مشركي وكنت كفار فمن الله عليكم بالإسلام فتبينوا حتى لا تفوت إيه نعم فتبينوا حتى لا تفوت على الناس ذكرتني مرة كان قابلت شخصا اعتنق الإسلام اعتنق الإسلام يبدو أن الذي دله على الطريق بعض إخواننا اللي عندهم نوع من الغلو فأصبح عنده غلو شديد جدا لنرجة أنه صار يكره أهله وجماعته ويتكلم عن والديه وعن أفراد عائلته وقاطعهم فأنا قلت له ألم تكن بالأمس مثلهم ألم تكن خارج دار الإسلام وأمنى الله عليك ودخلته فلماذا لا تتمنى لهم الخير الذي أقبلت عليك خطورة ركوب متن الدين واستخدام اسم الدين في إهلال الآخرين وكهر الآخرين ويستخداموا متاع الخطورة حد إن الطواغيات الكبار بيستخدموا اسم الدين يعني حتى الشيوعيين اللي هما كانوا بقولوا الدين أفين السعوب هما نفسهم بيستخدموا الدين عشاقات اللي يسخر الشعوب في قتال بعدها بعضنا الآن دلوقت الغرب نفسه يعني أذكر كتاب اسمه انتحار الغرب لريتشارد كوكو وزميله ويقول ليه في الكتاب بيوجه انتقاد الشديد للمحافظين المتطرفين المتطرفين الغرب اليميني المحافظ المتطرف كمان اللي بدأت يعني صاروا هما الصاعدين الآن في الغرب يقول لهم انتوا بتخطبوا بخطب سيقودوا أوروبا قبل البشرية كلها إلى الهوية صحيح ليه لأنهم خطبهم ده ما فيهوش جوهر دين المسيح عليه السلام حتى حتى دين المسيح عليه السلام حتى بعد أنه حرف كان بقي فيه يعني ايه بقية من خير وبقية من تعليم قالوا انت ما عندكوش هدي التعليم أصلا وعملين تخطبوا باسم الصالب وكذا كذا هم يركبون موجة الدين هناك ظاهرة هناك ظاهرة تحتاج مننا أن نتوقف معها إضافة إلى ظاهرة استخدام الدين والتعالي على الآخرين لا هناك ظاهرة أخرى شبيهة لكن مختلفة هي ما يمكن أن نسميه غرور التدين إنسان بيكون متدين حقيقة ولكن يصبح عنده غرور على غير المتدينين يعني يعني بدل أن يرأف بهم أيوة ينظر إليهم باحتقار وازدراء امرأة محجبة ربنا عز وجل أكرمها بالحجاب تنظر إلى غير المحجبات بازدراء إنسان مصلي ينظر إلى غير المصلين بازدراء إنسان ربنا عز وجل أكرمه بالهداية والطاعة ينظر إلى المنحرفين بازدراء هنا أتذكر ما قاله ابن مسعود وذكره ابن القيم في كتابه الفوائد يقول رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا الله خير من هذه الطاعة التي تورث استكبارا على قلق الله قال وما أرسلتك إلى رحمة للعالمين تذكر كتب الرقائق أن إبراهيم بن الأدهم وكان إبراهيم بن الأدهم من كبار الصالحين والمجاهدين يعني قاتل في أكثر معركة المعتدين من الروم قال مرة على رجل من غير المسلمين أراد هذا الرجل أن يستفزه وكان مع هذا الرجل كلب قال له يا ابن الأدهم أيهما أطهر لحيتك أم ذنب هذا الكلب فنظر إليه ابن الأدهم وقال له إن كانت لحيتي في الجنة فهي أطهر من ذنب كلبك وإن كانت في النار فوالله إن ذنب كلبك أطهر منها فقال هذا الرجل والله هذه أخلاق أنبياء هذا النوع من التواضع فهم لحقيقة الدين مرة ابن مسعود على قوم يسخرون من أحد العصاء فقال لهم ما بكم أرأيتم لو أنكم رأيتم أخا لكم وقع في حفرة أفكنتم تسخرون منه أم تمدون أيديكم إليه لتخرجوه هذا الرجل وقع في حفرة هذه نظرة الإزدراء نظرة التعالي أصلا تورث بغضا للتدين في نفوس هؤلاء الناس يبدو أن هذه الثقافة في فترة من الفترات دخلت إلى أتباع الإسلام فكتبت فيها كتابات يعني فيه ناس كتبوا عن ذلك أنه المسلم لازم يشعر بالعزة والتعالي والمشعر يشعر بالعزة في فرق بين يشعر بالعزة وبين أن يشعر بالاحتقار الآخر من الأصل أن ينظر إلى غير الطائعين على أنهم وناسهم بحاجته يشفق عليهم وقصدوا بالاستعلاء الاستعلاء كما ورد في كلام سيدكم برحمه الله وغيره الاستعلاء بالعقيدة قصدوا بها وليست الاستعلاء على الخلق إنما قصدوا بها الاعتداد بها والاعتزاز بها وعدم الهزيمة النفسية أمام الأفكار المنافية لهذه العقيدة قصدوا ذلك المعنى قصد كتب أقدم فيها حديث عن إلجاء أهل الكتاب إلى أضيق الطرق ومش عارف إيش هذا كله فيه كلامي رابطة كلام في هذا وفندوا كثيرا من إيه يعني لهم الحديثة تأويل ولهم العلماء فيها تفصيل أخرى لا ينسجم حتى كلام الابتدأ بالسلامهم إلى ذلك كلهم لهم فيه لذلك مصطفى السباعي له كلام عجيب في هذا يقول الناس مرضى والداعية طبيبهم صح قال فمن خف مرضه هو الذي يذهب إلى عيادة الطبيب هذا اللي بيستطيع يروح على عيادة الطبيب ويجلس وينتظر هذا بيكون مرضه خف شوي قال فهؤلاء هم الذين يأتون إلى المساجد قال أما من اشتد مرضه فإن الطبيب يحمل حقيبته ويذهب إليه قال وهؤلاء من يجب أن يذهب إليهم الدعاء فالأصل هؤلاء هذه الشرائح التي لا تأتينا الأصل أحمل نذهب إليها أنا أظن أن هذا كان إبداع حسن البنة رحمة الله رحمة الله يعني أنه كان يذهب إلى المقاهي هو ذلك كان التجديد الحقيقي في دعويته رحمه الله أنه لم يكن يدعو الناس في المساجد كان يذهب إلى المقاهي حتى الشيخ علي الطنطاوي يذكر في أحد كتبه مقالا عنوانه شيخ في مرقص يتحدث فيه عن أحد علماء دمشق عندما سأل طلابه أين الناس لا أرى الناس هنا قالوا هم في المرقص الفلاني فذهب إلى المرقص ويسوقها الشيخ علي الطنطاوي بطريقة فيها إبداع أدب جميل قال فذهب إلى صاحب المرقص وقال له أنه يعني كم تعطي الراقصة قال أعطيها كذا قال أنا أعطيك المبلغ وأعطني دورها اليوم معا القصة فقبل الرجل قال فخرج قال فانتهت وصلت يقول الشيخ علي الطنطاوي فأسدل الستار على راقصة ثم فتح على شيخ يلبس جبة وعمامة بدأ الناس بالصراخ فبقي صامتا إلى أن سكتوا ثم بدأ يحدثهم ويتدفق بروحه يكلمهم لا بقلبه وهو يعرف هذا الشيخ ويعرف المرقص يقول فكأن على رؤوسهم الطير قل بعد مرة أخرى أتاهم ثم ثالثة قال بعدها أخذهم جميعا إلى المسجد هذا المنطق الذي نحتاجه في التعابل هذا الكلام أبو الخير العزيز هذا كلام مهم في جانب آخر يضاف له يعني النظرة إلى العصاة نظرة الرحمة هذه مسألة مهمة تنطلق من مفاهيم ديننا الصحيحة لكن عندنا في جانب آخر الحقيقة أحس أن هذه الآية تمسوا جزءا من واقعنا وهو التنافس أحيان بين الجماعات في عصرنا أو في قبل وكلهم يعملون للإسلام بعضهم يكونوا أنشط في العمل هذا النشاء يدفعه ليدعي ادعاءات كثيرة على أنه هو مع جماعته هم الأفضل وهم الأحسن وهم ربما اقترب إلى الفرق الناجي وهو مثل هذه الكلمات وهذا الكلام أماني ليس بأماني إذن ندخل إلى غير قصة العصاة التنافس جميل بين العاملين في حقل الإسلام لكن أن تستعلي وأن تدعي أن تلحق وغيرك باطل وتحكم عليهم بالضلال وتحكم عليهم بالباطل وتحكم عليهم بالبطلان والابتداع وربما إلى النار مأواهم هذا ادعاء خطيرا في المجتمع لذلك من أخطر حتى من غير ما ادعيل مجرد ما اشتشع التميز سلوك من أخطر ما عانت منه الأمة تفسيق المسلمين بعضهم بعضا صحيح وتبديعهم بعضهم بعضا وتضليلهم بعضهم بعضا كان عندنا دكتور يودرسنا يقول لنا التأويل خير من التضليل يعني إذا وجدت للمسلم مخرجا أن تؤول له فعله خير من أن تضلل فعله الأصل أنك إذا رأيت لمسلم حتى أن هذا على ما أذكر يعني لابن تيمية أنه إذا فعل الشخص قولا له أوجه كلها باطلة ووجه في التأويل الأصل أن تحمله على الوجه الحسن لا تحمله على الوجه السيئة الحسن الآية التي تليها بعد مباشرة ضبط لك الشرط القبول هنا قانون برضو كمان قانون سماو سنة إلهية من يعمل سوءا يجز به هذا قانون سماوه إخوان هذا قانون اجتماعي سنة إلهية اجتماعية من يعمل سوءا يجز به هذا القانون الساري وماضي في البشرية ولذلك جاء في الأثر الحديث اعمل ما شئت البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدنب اعمل ما شئت كما تدين وتدان فإنك مجزيون به اعمل ما شئت كما تدين وتدان أو فإنك مجزيون به ومن هنا يعني جاءت الأخبار والآثار عن كثير من من عقوا آباءهم فعقهم أبناؤهم يا سلام بر تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نسائكم حتى في تراثنا الشعبي في حكاية كثيرة حول هذا اه بتاعت السقة صحيح اهل الرأي وقاله دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة ايش رأيكم في بس بس بدي أعلق على هذا الموضوع انا اشعر ان هناك مشكلة في الخطاب الدعوي احيانا عندما نركز او نكثر كثيرا من القصص التي ترتب الجزاء على الذنب في الدنيا تعجيل الجزاء انا مع ان هناك بعض الحالات يتم فيها تعجيل الجزاء وهذا من الغيبيات الله عزنا لكن لكن احيانا قد لا يعد سمعت مثلا يعني هل يملك احد ان يجزم هل يملك احد ان يجزم بان محنة ما هي عقاب ام اختبار لا نملك تركيز الخراب على ان الانسان على ان الانسان سيلاقي جزاء ما فعله في الدنيا بصير بيشعر انه اي شيء بيعمله هو نوع من انواع الجزاء انا مع فكرة من يعمل سوءا يجز به فوق في الدنيا وناخرة تيجي بمعنى يجز به بمعنى انه يحاسب عليه قانونا وفق القانون الشرعي والعدل الالهي ويجز به في الاخرة الله عز وجل لم يعدنا بان يعجل عقوبات الناس في الدنيا في جزاءات قضائية لكن العقوبات على الافعال مؤجلة الى الاخرة فهذا مهم جدا ان نرسقه في اثهر الان لفت انتباهي من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نفيرا هنا ذكر نقيرة قبل ذلك من ذكر او انثى نعم نعم لم تذكر عند من يعمل سوءا وذكرت عند من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وكأنه يريد مننا ان لا نقلل من عمل صالح يصدر عن اي انسان عن اي فرد سواء كان ذكرا او كان انثى ومعروف ان العرب الجاهلية كانت تنظر الى الانثى نظرة دونية هو فيه عموما عموما فيه نظرة غير ايجابية لانجازات المرأة في الواقع البشري نعم يتم النظر اليها على انها اقل قدرة واقل رتبة يأتي البيان الالهي دائما ليسوي بين الرجل والمرأة في قضايا في اصل في اصل الكرامة والانسانية والمسؤولية والجزاعة وفي اصل التكليف في اعمار هذا الكون يعني المرأة اني جاعل في الارض خليفة يعني مش الرجل بس هو الخليفة في هذا الكون والمرأة خليفة المسؤولية اعمار هذا الكون هي مسؤولية على الرجل ومسؤولية على المؤمنون من يعمل صالحا من يعمل صالحا من ذكر او انثى الذكر او انثى سواء بسواء لهم دورهم في اعمار هذه الحياة الدنيا وفي بنائها وفي الاستخلاف في الارض يعني هكذا نعم الفرق اللي جاء الفرق اللي ورد في الشريعة من الرجل والمرأة لا تعلق له بالمكانة او الكرامة ولا بالمهمة الاسسلية الاساسية بالوظائف بالوظائف التفصيلية الوظائف التي تناسب كل استعدادات كل طرف من الطرفية فجعل القوامة للرجل في البيت لانه له جملة من الخصائص ليست في المرأة والمرأة لها جملة من الخصائص فجعلت سكنا لا يملك الرجل ان يكون سكنا ولا تملك المرأة ان تكون قيمة ليس بالرجل ليس في الرجل السمات تجعله هذه الصفة سكا كما وصفت الاية الكريمة من سورة الروم وليس في المرأة تصفات تجعلها تجعلها كالرجل قيم وانا فأفهم القوامة هنا على انها مسئولية هي مسئولية وليست تكريم هي مسئولية وايضا لها تبيعات هي مسئولية رعاية ورئاسة تكليفية لا تشريف نعم مسئولية هي عملية بسيطة سالأسرة دي مؤسسة نعم والمؤسسة دي لابد ان مسئولية في النهاية إلى شخص يكون مسئولا عنها من هو هذا الشخص هو من توفرت في هذه المسئوليات لكن في النهاية لا تعلقها بالكرامة أصل التأسيس للكرامة والمسوافة الكرامة والإنسانية جاء بيه سرعة الأعراف يعني جعلت الرجل المرأة في كل شيء ويا آدم اسكول أنت وزوجك الجنة وكلاء بالمسنة منهما رغدا حيث شئتما الحرية حيث شئتما ولا تقرب المسئولية هذه الشرعة فتقونا من الظالمين ده التكليف وده المسئولية الأصل كده أن الرجل والمرأة سواء في الإنسانية والكرامة والحرية والتكليف والمسئولية والجزاء على هذه المسئولية في أصل الإنسانية لكن الفرق بينهما فقط إنما هو بما أعطى الله هذا استعدادات وأعطى هذا وظائف التفصيلية كمانا هذه لا علاقة بالفطرة والعرف طبعا الكتب عندما تبدأ بالتعريف حتى كتب فقه أو الاعتقاد بتعريف المكلف تبدأ ابتداء عاقل بالغ ذكر أو أنثى ابتداء التكليف يكون ذكر أو أنثى لا تمايز أبدا والحقيقة الإسلام عندما تكلم بكل نصوص هو يتكلم أكثر من من قصة أن تظلمها في قضية في قضاء في تسلط بطريقة معينة الإسلام تكلم شيء رائع عجيب في قصة المرأة يعني عندما تكلم عن المرأة الله سبحانه وتعالى يشنع على أقوام قال عنهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه فقط لأنه تمعر وجهه ذمه القرآن الكريم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه بسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا سأل ما يحكمون ما حكمه ما تكلم شيئا ما نتج عنها إسا الظلم فقط فقط حالد وجه تمعر الوجه فاعترض عليه القرآن اعتراضا شديدا وهذه لم يتكلم بها أحد لا أمم ولا أقوام ولا أين النظام تتكلم تحاسبك على حالة الشعور القضية الثانية أتكلم عنها في هذه المسألة الضابط العام للسلوك ليس ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير وضع لنا شرطين الآية التي تليها قال ومن يعبل من الصالحات من ذكر أو أنثى عمل صالح ثم إيمان إيمان سليم وهي شروط القبول شروط قبول عند الله تعالى إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا ونصوب كما تكلم ابن المبارك رحمه الله تعالى فبالتالي هذا الضابط بغض النظر أنا ليش أبتعب نفسي مع العلم لو أردنا أن نقارن نظامنا الإسلامي كيف كيف ميز المرأة بأفعالها مع النظام الأخرى لا مجال للمقارنة أبدا لا مجال للمقارنة حتى 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 الشعور الداخلي الانزعاج الداخلي أنكره الله عليك أنه أتتك فتاة ولم يأتيك رجل حتى الشعور الداخلي مذمون دكتور عزام فهذه المسألة إذن ليست القصة قصة امرأة والأنسة ونحن لسنا مضطرين أن نفتش أين مواطن القوة في الثنائع المرأة الإسلام كله يتكلم عن المرأة والرد المشكلة في حياتنا السلوكية حياة المسلمين هناك هو كبير بين هذه الأخلاقيات وبين السلوك إذن نحن نتكلم عن ابتداء تشريعنا ومنهجنا لم يكن ظالما للمرأة أبدا ولا في منطق من مناطق لكن الجانب الثاني أبو الخير نحن لدي حاجة إلى تنزيل هذا التشريع أحسنت هذه تكلمنا الآن عن أمان أناس يدعون لأنهم قد نسبوا إلى علي يدخلون الجنة ولأنهم نسبوا إلى الحسن يدخلون الجنة ولأنهم نسبوا إلى الحسين يدخلون جنة ولو فعلوا الكثير لأنهم آمنوا بالأئمة الاثنى عشر يدخلون الجنة بسرعة ومعهم سك الدخول لأجنب وبعض آخر قالت يهود ليست النصارى على أن الاشيء لا طيب قالوا وليدخل الجنة إلا من كان هدى وقالت النصارى لدخل الجنة إلا من كان نصارى هذه الإدعاءة عندنا نحو إدعاءة مثلها فكثرة الإدعاءة والانحرافات صحيح تشوه سمعة المسلمين لكنها لا تنال من تشريعنا الأساسية لكن المشكلة في كثير من قضايا المرأة في السلوك وفي أنه يتم إلباس بعض أشكال بل شكل شريع جيد من أشكال ظلم المرأة يتم إلباسها ثوبا شرعيا زورا نوضة هنا تكون المشكلة ولا علاقة المرأة يقع عليها ظلم شديد في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين وإحصائيات القسوة في التعامل مع المرأة في الغرب أكثر من بلاد المسلمين الإحصائيات الكثيرة جدا جدا يعني إذا طلعت على هذه الإحصائية تجد أنه في أمريكا نفسها وفي بريطانيا وفي دول الغرب إحصائيات معاملة الرجل للمرأة وقسوة الرجل على المرأة وضربه لها إلى حد أنه كثير جدا من إحصائيات تدخل العناية المركزة بل شكل ضرب إحصائياتهم أكثر من عندنا وعندنا تحدث في المجتمعات لكن أنا أسمع كثيرا بأن المرأة في الغرب مظلومة يا سيدي أنا سأقر المرأة مسحوقة في الغرب لكن ظلم الغرب للمرأة لا يبرر ظلمنا لا يبرر ولا يسوي ولا يقلل من فداحة ظلمها عندنا أنا لا أدفع المسلمين لكن أنا أقول أن المرأة في الشرق والغرب يعني في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين تصبر بدون علاقة بالشريعة أنا ما أردت أن أقول له أنني أسمع هذا الخطاب للأسف أن البعض يستخدم هذا الخطاب من باب أنه يا أخي لا تسرعون في قضية المرأة المرأة في الغرب مظلومة يعني إذا كانت المرأة أنا لا أتحدث عنها هناك من يستخدم هذا الخطاب للتقليل من فداحة ما تتعرض له المرأة من الظلم في بلادنا يا سيدي ليتكون المرأة مظلومة في الغرب لهذا لا يبرر ولا يقلل من فداحة أن المرأة مظلومة ويجب رفع الظلم صحيح المرأة في بلادنا أيضا تظلم وفي بيئاتنا سواء ذكت في المدن أو في القرى تظلم وتهان وتضرب وهكذا ولكن لا علاقة وتحرى من الإرث ولكن لا علاقة لذلك بالشريعة قط لأنه سواء ذك المسلم وغير المسلم لا يفعل هذا إلا في سياق البعد عشر الله سبحانه وتعالى يعني الذين يفعلون هذا والذين يسؤون معاملة المرأة ويحرمونها من الإرث ويعذبونها ويطلبونها في الطلاق وفي المهور وفي غير ذلك الذين يفعلون هذا إنما يفعلونها في سياق في سياق المخالف لشرع الله وليس العمل بشرع الله تبارك وتعالى ومن هنا أقول ما يثار من ضمن ذلك ما أثير أخيرا من تشريع قانون بتغلظ عقوبة ضرب المرأة ومن ذلك وجاد الكثير بين الأظهر وبين الإعلام وكلام كل هذا ما يثار في هذه القضية هو لا علاقة للشريعة به لأن الشريعة ومنها صورة النساء اللي بتقول هنا من ذكرنا وأنثى صورة النساء نفسها من أولها إلى أخيرها تنصف المرأة وتعطي المرأة حقها من مبدأها إلى منتهها وإن خفتم لا تقصدوا في اليتامة فانكحهم وطب لكم من النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يا إلهي حلوكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعشلوا ولا تعضلوهن ولا تعشلون من عروفين كرهتمون فحسن تكون شيئا ما يجعل فيه قيرا كثيرا كل هذا كان رفعا لظلم شديد توجه من الرجل إلى المرأة في الجاهلية كلها فجاء القرآن ورفع عن مرأة كل ذلك العب فما يرتكف في مجتمعاتنا المسلمة قبل الغربية ما يرتكف في مجتمعاتنا المسلمة من إهانة للمرأة وهضمن لحقها على كل المستويات إنما هذا يأتي في سياق المخلافة لشرع الله ولا علاقة له العادة بالإسلام فليرفعوا أيديهم عن الإسلام وعن الشريعة ولا يصح لهم أن ينسب هذا الإسلام الإسلام بريء من ذلك كله والإسلام أنصف المرأة أنصفها بنتا طفلة كانت توأدو كانت توأدو وهي حية أنصفها بنتا ثم أنصفها زوجة ثم أنصفها أما إذ أوصى ببرها تمام ثم أنصف بعد أن تبوت إذ أوصى بالدعاء لهما وقل رب رحمهما كما رباني صغيرة فالإسلام أنصف المرأة وعطاها حقها كاملا والذين يفعلون خلاف ذلك إنما يفعلونها في سياق الخلاف المخالفة الفكرة اللي عم نحكي فيها عن موضوع الأماني والإدعاء دكتور طبيعي طالما هو يدعي الإسلام ثم سلوكه مخالف نحن نتكلم عن هذه الآية بصدد ليس فقط المرأة في كثير من القضايا هو إدعاء ظالم إدعاء ظالم يدعي أنه هو الأهل والحق والصواب لكن الإسلام قال ابتداء بعد مباشرة ومن يعمل من الصرعة من ذكره أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمنا نقيرة لا أكثر من ذلك يقول لنا ولجماعاتنا ولقادتنا ولعلمائنا ولأحزابنا ولكتلنا ولبلداننا بدل أن تدعوا وتعيشوا بالأمان يحرضون على طريقة أخرى يقول لنا في الآية التي تليها ومن أحسن ومن أحسن دينا ممن أسلم ووجهه لله وهو محسن أسلم دير طيب ومن أحسن دينا إذا كنت تريد أن تكون أحسن الناس دينا في ضوابط ليست في الإدعاء في ضوابط لتكون الأحسن مثل ما بيقول ننافس أن نكون الأفضل في كذا في الصناعات كذا في الإسلام كيف تكون الأحسن فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم ووجهه لله ابتداء أسلم وجه الله يعني يعمل الوجه الله تعالى لا قبلية ولا حزبية ولا مناطقية ولا شلالية ولا كتلية ولا 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 أبدا ثم قال وهو محسن ما معنى الإحسان الإحسان بيحمل معنين المعنى الأول هو الإتقان أن تتقن العمل إتقانا عاليا أن تتقن عبادتك أن تتقن معاملتك أنت تاجر وغشاش وتصلي بالصف الأول كيف تستفيد أنا من صفك الأول واحدة لها علاقة بالعباد واحدة لها علاقة بك وبينها ربك وبالتالي وهو محسن إذن إتقانك لكل الأعمال في كل الميادين التي تعمل هو الإسلام الجانب الثاني في الإحسان هو أن تشعر أن الله مطلع عليك ومراقبك ومعنى من معاني الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لن تكن تراه فإنه يراك إذن ومن أحسن من أحسن أي لا أحد أحسن دينا ممن أسهم جلّه وهم أحسن واتبع ملة إبراهيم ملة إبراهيم الإسلام واتخذ الله إبراهيم خليلة هي تحريض على أن تكون الأحسن ولا مانع أن تكون الأحسن أنا فهمت هذه على أنه مش قصيد أحسن على وزن أفضل وإنما المقصود بها أن الدين الصحيح هو كذا تمام وإنك سنوكك صحيح يعني لا يكون دينا سليما إلا إذا كان فيه استسلام لله وإحسان في العمل الجانب الآخر أنت دينك الشخصي سلوكك الشخصي لا يكون الأفضل إلا إذا كنت بهذا المستوى بالأداء وإلا أنت صارك مقصر لذلك ضابط شديد أشعر بالمراقبة انتمائي للإسلام الحق العادل ثم سلوكي المطابق لهذا الإسلام الحق العادل وإلا أنا بيكون في انفصال ما بين الإدعاء هذه الآية هي آية بياني شرط دخول الجنة وهي الآية الأولى إذا أردتم أن تدخلوا الجنة التي تجري من تحتها الأنهار فعليكم أن تكونوا على دين الإسلامي